السلام عليكم جرت رياح السياسة الجزائرية الأخيرة بنصف ما تشتهي سفن المتظاهرين فالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عدل عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة لكن في الوقت ذاته أعلن في بيان رئاسي عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير محدد وحوى البيان الرئاسي أيضا الإعلان عن ندوة وطنية بصلاحيات تامة لوضع إطار للنظام الجزائري الجديد من مهام هذه الندوة بحسب البيان إعداد مشروع دستور جديد وتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المعارضة وكما هي العادة انقسمت بشأن الموقف من هذه القرارات الرئاسية فبعضها عبر عن ارتياحه لتأجيل الانتخابات مثل حركة مجتمع السلم حمس وآخرون رأوا أن كل إجراءات الرئيس عبارة عن انتقال تديره السلطة معتبرين أن هذه القرارات ستجر البلاد إلى المجهول وسط هذا الجدال رابط الشباب الجزائري في شوارع البلاد مطالبا بتغيير عميق في بنية النظام الجزائري إذن ما الخطوة التالية رسميا ومعارضة وشعبيا حول هذا السؤال تدور حلقة اليوم من برنامج حديث العرب فأهلا وسهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الجديد للمرة الأولى منذ عقود يحقق الشعب الجزائري انتصارا أو نصف انتصار في ميدان السياسة وذلك بعدما سحب عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري ترشحه للانتخابات الرئاسية التي رحلت من الثامن عشر من نيسان المقبل إلى وقت لم يحدد القرار الذي جاء بعد ساعات من عودة بوتفليقة من رحلة علاجية في سويسرا شمل تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي كرئيس للحكومة بعد استقالة حكومة أحمد أويحيا وعلى الرغم من أن الرئيس قال إن قراره جاء تلبية لمطلب الشعب فإن كثيرا من المراقبين والناشطين السياسيين الجزائريين يرون فيه تمديدا للعهدة الرابعة وإن كثيرا من العمل مزال ينتظر المنتفضين على الأرض المؤسسة العسكرية أدلت بدلوها فيما يجري على لسان أحمد قائد صالح رئيس أركان الجيش الذي قال إن الجيش الجزائري والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل وعلاقاتهما قوية فيما قد يستبطنه هذا التصريح من تعاطف مع مطالب الشعب أو انحناءة لعاصفة الشارع قادة الحراك ومعارضون وصفوا عدم ترشيح بوتفليقة للولاية الخامسة بأنه نصف انتصار لكنهم رفضوا باقي القرارات وردد بعضهم رفضنا عهدة خامسة فمدد الرابعة بدوره أشار رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس إلى أن البلاد شهدت تعديا بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة بدون مباركة الشعب ولا يزال مشهد ما بعد بوتفليقة ومستقبل الجزائر يشوبه الغبش وتصعب فيه التكهنات وما ستأول إليه التغييرات الجديدة التي قد ترص صف المعارضة بوجه الرئيس ومن يدور في فلكه وربما يعيد المشهد بوتفليقة إلى الواجهة ولكن بثوب جديد ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ محمد وعراب عضو أمانة العلاقات الخارجية في حركة مجتمع السلم حمس أرحب بك أستاذ محمد أهلا وسعر بداية هل حقا وراء بيانات هذا الرئيس وسلسلة الخطوات التي أعلنها كما قالت بعض جهات المعارضة محاولة التفافية هدفها كسب الوقت وإدارة عملية التغيير التي يمكن أن تحصل في البلاد في المرحلة المقبلة بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم على استضافة الكريمة تحية طيبة لكم ولمشاهدين الكرامة قبل أن أنتقل لسؤالك هناك أمر يجب أن نوضحه بصراحة لأنه بما أنه البرنامج موجه للجزائريين خصوصا وبرنامجكم الكريم هذا عندديه متابعات طيبة جدا عندنا في الجزائر فيجب أن نوضح النقطة مهمة جدا في المقدمة قلتم أن حركة المجتمع السلم كانت من الطرف المعارضة الذين أيدوا أو باركوا هذا الموضوع وبصراحة هذا الموضوع غير صحيح تماما الحركة كان موقفها واضح جدا الدكتور عبد المكتب التنفيذ الوطني اجتمع على مدة حوالي ثمان ساعات بعد رسالة الرئيس وأصدر بيانا من ثلاث صفحات يبدأ بأنها ترفض هذا الموضوع جملة من تفصيلة بل وتهاجم كل من يريد أن يربط هذا التأجيل في صيغته السلطوية مع مطلب الحركة السابق الذي كان قبل بداية الأزمة قبل حوالي أربعة وخمس أشهر الذي كان يسمى تحت مسامة مبادرة التوافق الوطني الذي كانت تتكلم عن ضرورة تأجيل الانتخابات ولكن وفق صيغات وفقية بين السلطة والمعارضة فهذا أمر يجب أن يكون واضحاً لكن عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم قبل أقل من أسبوع ظهر في تسجيل مصور وأعلن عن رغبته في تأجيل الانتخابات وأعبر عن رضاه في توافق الطبقة الحاكمة مع المجتمع المدني في الوصول إلى صيغة خرج يوم 7 مارس 2019 أي يوم واحد قبل المسيرة الثالثة وذلك كان بعد لقاء خاص بالمعارضة ثم في ذلك اللقاء طرحت فكرة التأجيل بين أطياف المعارضة بعيداً عن السلطة لأنه من بداية الحارق لا يوجد أي تواصل بين السلطة وبين المعارضة هو التأجيل موقف أصيل لحركة مجتمع السلم ولكن ليس لفق الصيغة التالية الصيغة السلطة الحالية هي السلطة نحن نريد مطلب تأجيل ولكن توافق وطني مبادرة أكبر من هذه بكثير نتكلم على مرحلة توافقية نتكلم على رئيس حكومة توافقية نتكلم على مؤتمر وطني أو ندوة وطنية تكون فيها قيادات العمل الشبابي والسياسي بل المستقلين والأحرار والسياسيين والمولاة يعني فكرتنا أكبر من هذه بكثير جاءت السلطة أخذت منها ما تريد وثم قدمتها للشارع دليل أنها مش صنعتنا إحنا ومش مقترحنا إحنا إحنا في مكتب الوطني الحركة رفضنا لموضوع هذا جميلة وتفصيلة بل العكس أكثر من هذا نحن نعتبره اتفافة كبيرة جدا على الشعب الشعب الآن التأجيل نفسه تعتبرونه اتفافة؟ طبعا هذا مش تأجيل الآن نحن كنا نطالب نحن حركة المجتمع السلم وغيرها من حزاب المعارضة الرجل تراجع عدلة عن ترشح نفسه لم يتراجع لم يتراجع الرئيس بوتفليقة نحن كنا نناد رئيس بوتفليقة دستوريا وقانونيا تنتهي مهلته الرئاسية يوم 28 أفريل نيسان 2019 أي بعد حوالي شهر من الآن الرئيس بعد هذا التاريخ لن يكون رئيسا دستوريا ما فيش أي لائحة أو سند قانوني أو دستوري يقول أنه رئيس ممكن أنه يبقى هذا واحد ثانيا الرئيس لم يؤجل الانتخابات ودليل هذا أنه لم يعلن على تاريخ آخر الرئيس مدد مش الرئيس يعني نحن نتكلم على مجموعة تتكلم بإسم الرئيس نحن رئيس بوتفليقة سأتي معكدة هذه القضية فبس حتى أوضح الموضوع لأنه مهم جدا في البداية حتى الجمهور يفهم حقيقة الوضع نحن نتكلم على رئيس جمهورية نحن نتكلم على مجموعة عن عصابة اختطفت هذا الرئيس وصالت تقرر في مكانه وتكتب الرسائل في مكانه وتقدم البيانات في مكانه دليلك على هذا دليل على هذا أن التناقض الموجود في ثلاث رسائل تناقض خطر جدا الرسالة الأولى يقول لك رئيس سوف أترشح لأنني حتى ألبي مطالب الشعب ثم فريسة ثم أسبوعين بعدها تأتي نفس الرسالة من نفس الجهة تقول لك والله أنا لم أكن أن يترشح أصلا والجماعة جمعونه ست ملايين استمارة بالله عليك هل هذا مش تناقض؟ من هي الجماعة حزب وهو جماهره في النهاية يعني لا لا شوف الحزاب السياسية الحزاب السلطة في جزائه ليست الحزاب حقيقية الحزاب السلطة في جزائه عبارة عن أجهزة تؤمر فتنفذ مباشرة يعني جبال تحرم الوطني هذا من يوم رحيل الزعيم عبد الحميد مهلي رحمة الله عليه عليه من يوم الإنقلاب عليه عام 1967 تقاليبا لم يبقى حزبا سياسيا وإنما بقي صار جهازا جهازا مع جلسة السلطة أي جلسة زي أي إدارة فالموضوع خطر جدا جدا يعني احنا نتكلم على مجموعة جمعت حوالي 6 ملايين استمارة للترشح للرئيس الجمهورية قدمت إلى المجلس السوري في 8 شاحنات كبيرة ثم يأتي الرئيس بعد ذلك أو رسالة إلى الرئيس بعد ذلك تقول لك والله أنا لم أكن أن يترشح فالتناقض داخل السلطة التناقض داخل أجلحات السلطة حالة التخبط داخل الذي يتكلم باسم الرئيس واضحة وجلية دليل آخر ندوة اليوم التي كان فيها رئيس الوزير الأول المعين حديثا ونائبه نور الدين بدأ ونائبه في سابقة في السياسة الجزائرية نحن ما في شيء اسمه مصر نائب الوزير الأول مش موجود تماما أبدا ولكن لأن الحديث على رمضان العمامر كان قوي جدا خلال المرحلة السابقة رمضان العمامر المعروف برنامجه وآيديولوجيته ايديولوجيته وخلفيته الأمريكية بحق أنه كان يشتغل في أمريكا سنوات عديدة جدا وكان لما كان رئيس الديبلوماسية كانت علاقاته مع أمريكا جدا حتى الجماعة تقدم عربون وفاء أو عربون تطمين الغرب لأمريكا خصوصهم لفرنسا أيضا فاختلقوا أو اخترعوا منصب هذا نائب الوزير الأول وحطونا رمضان العمامر اليوم لما جلس الرجلين متى مجلس النوية أن يعطوه منصب الوزير الأول غير مقبول داخليا يعني تعرف الموضوع هو لازم توازن داخلي وخارجي لازم توازن بين فرنسا بين فرنسا وبين أمريكا يعني رمضان العمامر ليس رجل فرنسا رمضان العمامر رجل أمريكا فيجب أن يكون هناك شخص آخر أقرب إلى جائرة صناعة القلاة في فرنسا حتى تتكر عمل التوازن سأعطيك الفرصة للحديث عن هذه الجزائر لكن أريد قراءتك بصفتك معارضة تنتم إلى واحد من أهم أحزاب المعارضة في الجزائر حركة مجتمع السلم أو ما يعرف اختصارا بحمس بحمس كيف هي قراءتكم لهذه الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس أو بحسب ما تقول بأن الشخصية المحيطة بالرئيس تأجيل انتخابات وإعلان عن تشكيل تمديد العهدى وليس تأجيل انتخابات أنت هذا تفسيرك لكن المعلن الآن هو تأجيل انتخابات والإعلان عن تشكيل ندوة وطنية ستحظى بتمثيل كافة مجتمعات وشرائح الشعب الجزائري من مهمتها كما طرحنا سابقا الآن دراسة إعداد مشروع دستور جديد وأعلان موعد الانتخابات قراءتكم في المعارضة وتحديدا في حركة مجتمع السن لهذه الإجراءات قراءتنا في الحركة هي واضحة وجلية من خلال بيانها بيانها هو كان بيان طويل في ثلاث صفحات شرحنا فيه بالتفصيل موقفنا من طالب من هذه الخطوة هذه الخطوة مرفوضة جملة تفصيل ونحن نعتبرها التفافة حقيقية على مطالب الشعب دليل هذا دليل هذا أن كل الشارع الآن بكل أطيافه يعني حتى الشباب منهم حتى الذين علاقتهم بالسياسة يعني بدأت مع بداية الحارة كلهم فهموا الأمر وأدركوا أنه هذه محاولة التفاف والأدلة على هذا كثير جدا أولا أنك تأتي لي برئيس لهذه الندوة أو لهذه الندوة الوطنية رئيس من مواليد الثلاثين رجل من جيل هتلر رجل من جيل موسوليني يعني أنت تقول تريد تتحدث على المستقبل تقول نتكلمه مع الشباب مستقبل الشباب أفكار الشباب وتجيب لي رئيس وتجيب لي رئيس لهذه الندوة يعني من مواليد الثلاثين في عمره 7-8-80 سنة يعني الأمر غير مقبول تماما هذا واحد اثنين يعني بغضنا نظر قضية خلفية الرجل وعلاقاته ودوره في التسعينات وما بعد الإنقلاب على الفيس وغيرها من ذوما نتكلم في هذه التفاصيل هذه يعني قضية سنه واحد هذا كافي ثانيا الرجل هذا كان من دوب الأمم المتحدة في أكثر من دولة في أفغانستان في العلاق في سوريا وفي أكثر من دولة لم ينجح سيد الكريم في أي من مهماته فكيف ينجح الآن مع ابناء بلده هذا واحد رغم اثنين نحن كنا نتكلم على ضرورة حكومة توافقية وطنية حكومة تسيير أعمال تعمل على إدارة الفترة هذه إلى غاية تحذر انتخابات الإعسية قادمة أنت الآن لما تنزع لي أحمد ويحيى تمام؟ تنزع لي أحمد ويحيى وتحط لي في مكانه نور الدين بدوي وتحط لي في مكانه رمضان العمامرة فبالله قال لك ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ يعني أنت نحيت صديقك وحطت صديق آخر أنت غيرت سعب بعمرك بس أنت ما قدمت ولا بديل أمر آخر أنت لما تقولين الآن باللحكومة هذه حكومة توافقية كيف توافقية؟ أنت لما جيب وزير الداخلية لكن طيب جيب وزير الداخلية وتحطوا رئيس حكومة أو وزير أول وجيب عند وزير خارجية سابق وتحطوا أيضا نائب وزير أول أين هو التوافق؟ التوافق الذي نريده سواء في المعارضة أو في الحركة أو حتى في الشارع حكومة نتيجة الوليدة هي حكومة جديدة تماما هي حكومة بعيدة عن بوتفليقة هي حكومة تبدأ مع مهامها ممكن الآن ولكن بشارط أنه إما يعلن الآن عن شغور مصد برئيس الجمهورية أو يتم الرئيس مهامه إلى غاية 28 من نيسان فما بعدها مباشرة في مرحلة جديدة أعذرني يعني الآن موقف المعارضة كان ضعيفا جدا والمعارضة مقسمة على نفسها كيف؟ قبل الانتخابات قبل الآن عن ترشيح مع الشعب ماذا يقول الشعب؟ نقول وراءه وبالتالي الآن الشعب الجزائري المتظاهر قدم موقف متقدما جدا على المعارضة ثمت من يقول أنا في هذا الخطاب الذي مع الاحترام الشديد لما تقوله طبعا ثمت من يقول هذا رأي موجود في الشارع بأن هذا الرأي هو يتكئ على الشعب الآن رفعتم سقف الخطاب وكنتم من قبل تطالبون بتأجيل الانتخابات كان هذا تأجيل انتخابات مطلبا عظيما للمعارضة ومنها حركة مجتمع السلم الآن لم تعد تعجبكم هذه الصيغة تطلبون ما هو أكثر معتمدين على الشارع أليس في هذا نوعا منه كما يسميكم معارضوكم طبعا وحتى المستقلون نوعا منه النفعية من الموقف الشارع ركوب الموجة يعني دعنا نسميها النفعية أو ركوب الموجة كما تقول شوف سيدك كريم السياسة في الجزائر لم تبدأ من 23 من فبراير حتى نكون متفقين حزاب المعارضة وغيرها نحن لم نعارض العهدى الرابعة نحن لم نبدأ معارضتنا من العهدى الخامسة في العهدى الرابعة قبل خمس سنوات يعني ومثل ما يقوله بتزريح فور جلينا رايحين جايين في الطرقات مع الناس مع السلطة مع غيرها حتى نشرح للناس خطورة الدفع برجلين مريض رجلين يعني حالته الصحية لا تسمح له حتى بإدارة نفسه فكيف بإدارة قارة بحجم الجزائر نحن كنا نشتغل في تلك الفترة حسب ما هو متاح يعني لا تنتظر أنت من حزب حتى إذا كانوا عدد أنصاره 100 ألف 200 ألف 500 ألف ماذا تنتظر منه؟ تنتظر منه أنه يعتصن في الساحة ما فيش هو الحزب في العالم يمكن يقوم بالدور هذا الحزب السياسي يشتغل وفق الواقع وفق أدوات الواقع وفق السقف وفق الفرص التي هي موجودة في ذلك الوقت ولله الحمد لله منا لم نترك ولا فرصة ممكن أن نستغلوا مستغلناهاش كانت هناك فكرة مقاطعة الانتخابات في 2014 وقاطعناها فكرة المشاركة في الانتخابات بقوة بعدها وشاركنا فكرة أنه الآن نحن نتراشح نحن الآن كنا مقدمين رئيس حاكا كمرشح ولكن في آخر محط فيه لما تأكدنا أن الجماعة داخلة بالعهدى الخامسة انسحبنا أيضا يعني في نهاية الموضوع الحزب السياسي هو عنده المناورة وفق ما هو متاح الآن مع الحراك الشعبي المبارك هذا الآن مع هذا الحراك الذي ممكن توفق وأكد توفقني فيه الموضوع أنه راقي إلى درجة غير طبيعية يعني من المستحيل أن نبقى نحن على مقتلع لأننا قناعتنا السابقة لا تشوف شرط بين القناعة وبين الآلية والآلية قناعتنا كانت أنه ضرورة ذهاب النظام هذا منذ السابق ولكن ما عدناش الآلية في ذلك وقت حتى ننفعه للذهاب أستاذ محمد وظيفة المعارضة كما هو معروف لدى الجميع جميع المراقبين وجميع المتابعين وهي من أدبيات السياسة أنه عندما ينشأ شغور سياسي أو فراغ سياسي في البلاد أن تنزل وتتحدى وتحاول أن توجه جمهر الشعب بما فيه صالح البلاد فقط أكمل سؤالي الآن المعارضة تقول الآن المعارضة تقول نحن ليس لدينا مبادرة ما يقوله الشعب نحن نوافق عليه هذا خطاب المعارضة أنت لا تختصر المعارضة حركة مجتمع السلم هي جناح من المعارضة لكن نحن الآن نتكلم عن المعارضة نحن إلى الآن تعرف أنه إلى الآن قانونيا في القانون الآن الحراك أو المسيرات أو التجمعات في العاصمة ممنوعة إلى الآن الملايين التي تخرج إلى الآن هي أمر واقع ليس قضية أن السلطة سمحت أو ما سمحت لا أبداً لما كنا نحاول الخروج كنا نقمع عند باب المقرات يعني خرجنا عشرات المرات وكل مرة كنا نقمع عند المقرات وكنا إخواننا وشبابنا كانوا يرفعوني للسجن يعني ليس سجن ولكن تعرف اعتقالات لساعات أو أيام ثم يطلق صراحة فيما بعد فلا أدني أنا ما الذي كان يجب القيام به ما كنا نقم به كنا نحاول جامعة تجمعات داخل القاعات وحتى أن التجمعات داخل القاعات الكبيرة لم يكن يعطى لنا التصريع فشوف العمل السياسي في جزائر قبل الحراك يعني من الظلم وقارنته بما يحدث الآن يعني تماماً من الظلم نحن أي شيء كان ممكن الحزب السياسي أن يقوم به معارض نحن كنا نقوم به نحن حتى داخل البرلمان تخيل داخل البرلمان لما نوابنا يجوا يتكلموا نوابنا يجوا ينقضوا الحكومة يجوا ينقضوا أداء الحكومة وش يعمل رئيساً للبرلمان؟ يقفل لهم الميكروفون يدفع الميكروفون طب كيف تشارك في حكومة ما شاركنا في حكومة يعني أقصد أنه في عملية سياسية كيف تشارك في عملية سياسية هذه حال الحكومة فيها يعني لا تقدر المعارضة ولا تحقن فرق من المعارضة وفرق من المقاطعة نحن لم نكن ندعو إلى مقاطعة العمل السياسي في الجزائر أبداً وهذا خطأ كبير وإلى الآن نحن نعتبره أنه خطأ بل الكثير من الآن من الأحزاب والشخصيات تقول أن مقاطعة هي التي جعلت الشارع الجزائري يصل إلى هذا الحل أستاذ محمد أرجل ماذا؟ حتى لا يتحول الموضوع إلى مرافع عن المعارضة أو إلى تقديم بيان انتخابي أي شيء شبيه من هذا؟ لا أبس ليس انتخابات أصلاً أن يفعل الرئيس الجزائري بخلاف ما فعله في هذه المرحلة ما الذي كان ينبغي أن يفعله أكثر من ما فعله؟ بسيطة جداً بسيطة جداً كان ممكن أمراً إما يعلن أنه لا يستطيع استكمال عهدته الحالية فندخل الآن في المدة 100 أو 200 من الدستور يعني تكون في فترة انتقالية 45 يوم يكون فيها رئيس الدولة هو رئيس المجلس الأمة ثم تتبعه ب90 يوم حكومة تصريف العمل 90 يوم نحظى خلالها انتقابات رئاسية المسبقة هذه واحدة أو أنه كان له يمكن أن يكمل عهدته ما في ذلك إذن إشكال ولكن الآن يقوم بتعديل حكومة حقيقي يأتي بشخصيات توفقية بين السلطة والمعارضة ويمقبولة عند الشعب لأنه الآن صار الشعب صار يعني هو الذي يجب أن يرضى يعني يرضى مش المعارضة يعني الآن أي خطبة تقوم بها السلطة هي يجب أن تكون موجهة إلى الشعب رأساً لا تكون موجهة إلى المعارضة فجيب شخصية وفيها الآن السلطة فيها من شخصيات شريفة فيها من ناس نظاف فيها من ناس الذين لم يمسهم الفساد المستشري في العشرين سنة الأخيرة أو خلينا نقول على الأقل في العشر سنوات الأخيرة هذه فيها منك موجودة ثم هذه الحكومة هذه تمشي في تسييف حكم تسيير العمال تنظم انتخابات مسبقة بعد فترة معينة هذا ما كان يجب أن يكون أما هذا اللهو أما هذا العبث الذي صار فيه الآن أنه الرئيس يعني يمدد رجليه بشكل غدستوري يعني أحنا كنا نقول لا لعدة الخامسة فسطنا نقول الآن لا للعدة ربعة ونصف يعني شوف وين وصلنا الموضوع يعني أحنا قلنا يعني الرئيس هذا أو الذي تكلم باسم الرئيس الذي قال في الرسالة الثانية قبل أسبوع قال لك والله ترى شوف أنا أحنا رئيس بتفليقه مرشحنا أو أنا مترشح انتخبوا علي ثم بعد سنة إن شاء الله نعمكم اختخابات رئاسية مسبقة في جنون يعني بما أن الشارع رفض الموضوع هذا في الجمعة التي بعدها ما الذي يزعجكم عندما يقول الرئيس أنه سيدعو إلى تشكيل ندوة تمثل جميع شرائح المجتمع الجزائري وبالتالي تؤسس لمشروع دستور جديد وتدعو إلى انتخابات جديدة يعني الرجل لم يستفرد بالقرار نحن الآن يا سيدي الكريم لا نريد تعدي على الدستور الفاضح بهذا الشكل يعني صحيح أن الدستور هذا تقريبا هو غير معترف به بشكل أو بآخر لأنه في النهاية صار زي المسودة يعني كل ربع ساعة يغير ولكن حتى وإن كان ذلك يعني حتى أعطانه شوية قدوسية على الأقل يعني رئيس متوفيق طيب معلش نحن الآن لا نريد أن نحاسب هذه السلطة لا نريد أن نحاسب هذه الجماعة على الفساد وعلى النهب وعلى السرقة وعلى التراجع البلاد الفاضحة في خلال 20 سنة لا نريد ذلك تماما نحن نريد الآن إيقاف النزيف الجزائر تنزف أخي الكريم تنزف بانطاقاتها تنزف بشبابها تنزف بملايير الدولارات التي تهرب يوميا تنزف عن طريق الطاقات والعقول التي تهرب من البلاد يوميا تنزف عن طريق حالة اليأس الموجودة في البلاد الانتحار الموجودة داخل البلاد يعني كل شيء الآن في الجزائر يصبح مريض وكل شيء الآن في الجزائر يعني حتى الرئيس في 20 سنة يعني هل يعقل في 20 سنة حكم لا يمكن أن يبني مستوصف يعالج فيه لا يمكن أن يبني مستشفى يعالج فيه أبنائهم يعني بعد 20 سنة من الحكم يعني وزير الصحة في الجزائر زوجته ثلت في فرنسا يعني بعد 20 سنة من الحكم الرئيس كل ربع ساعة يعني حتى يأخذ فارستامول ولا يأخذ بانادول إكسترا يجب أن يأخذها في جناب يعني بعد 20 سنة الفلوس الجزائيين كلها ثالت بره يعني غير معقول الموضوع هذا غير معقول نحن الآن الشارع مع هذه المعارضة وهي الآن جزء من الشارع نحن لا نطالب بمحاسبة الناس ونقول لهم يا سيدي اذهب خطونا ونجعلنا ترونكيل دعوا البلاد ترونكيل هذه ديقاجها سيدي ما ليس لديكم لا نحب أن نحسبوكم ونحن نحب أن تبقائوا على قلوبنا دعونا نحكم بلادنا بأنفسنا يعني دعونا نحاول نسلكوا البلاد نحن منذ أربع أو خمس سنوات والناس والشرفات هذه الرجلة هي حفاتها رايحة جاية تقول يا ودي خافوا ربي البلاد في 2020 ينمشي إلى كارثة الآن الحكومة تصرف تخيل 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 صارتين 40 مليار دولار طبعين 40 مليار دولار القيمة العملة الجزائرية صارت أكرمك الله صارت شيفونا ما تشريش ولا خبزة الآن أنت تقول أن البلاد رايحة إلى المجهول أو رايحة ذاهبة إلى الكارثة مع هذه الجماعة أكيد بالتأكيد ربما تكون هناك بعض الأراء الأخرى نريد أن نبحث مصير البلاد وما سيحدث في هذه البلاد بعد هذه الإجراءات الرئاسية ولكن بعد الفاصل لو أذنت لي هذا فاصل قصير ونعود بعده لاستئنا في الحديث اشتركوا في القناة مرحبا بك أستاذ رضا يعني أريد أن أسألك عن جوهر ما يريده المتظاهرون الآن وقد بدأ ما بدأ يعني بان مرجو الرئيس وذاب ثلجه وبان المرجو في الشارع أن الشعب حتى الآن لا يبدو أنه راضيا تماما عن هذه القرارات ما جوهر مطالب الشارع المتظاهر في الجزائر رضا بودراء أمين حركة أحرار في الجزائر الحقيقة أن ما يحدث الآن تسمعوني أخي كريم نعم أسمعك تفضل ما يحدث الآن هو دليل واضح أن الجزائر طيلة العقدين الماضيين ربما أكثر كانت تدار بالدجل والكذب وقد فضحهم بو تفليقة بتالته الأخيرة أنه لم يكن ينوي الترشح للرئاسيات فمن الذي كان يعقد الصفقات باسمه ومن كان الذي يمضي على الاتفاقات ومن كان الذي يوجه القفض الأمنية لضرب الأساتجة وراطب باقي والنشطات ومن كان الذي يعتقد الصحفيين من كان الذي يمنهج عملية الفساد واضح أن هناك عصبة اختطفت الرئيس اختطفت كهسر رئاسة واختطفت ملفه الصحي والآن تريد أن تختطف إرادة الشعب كان الشعب يطالب بلالي الخامسة وإذا بهذه العصابة تأتي بحل معلّب من الخارج طيب أستاذ رضا باعتبار أنه لا يوجد من يمثل السلطة في هذه الحلقة فأرجو الابتعاد عن توصيف القيمي من مثيل عصابة أو اختطفت الرئيس ويمكنك أن تعبر ما دون ذلك عن ما شيء تفضل أعبر بما أقتنع به إذا لم تسمحوا بذلك فأنسح من المكالمة أنا أحترم مشاركتك كثيرا وأقدرها من دون أن تمس الجهة التي تغيب عن هذه الحلقة وهذا من حقهم أنا أقول هناك عصابة خائل اختطفت الدولة إذا لم يجبكم كلام اختطى المكالمة لا أنت يمكنك أن تشارك من دون الإساءة إلى جهة غير موجودة غير ممثلة في هذه الحلقة لو كانت ممثلة يعني لا يوجد من يدافع عن هذا إذا أردتم أن تأتي بممثلة على العصابة هذه عملكم ألتمس منك أن تحلل بعيدا عن الأوصاف القيمية أستاذ رضا تفضل لا أقاتل تفضل من دون أوصاف قيمية تفضل هذه العصابة أنا ألتمس منك عدم وصفها بالعصابة أستاذ رضا طيب أنا أنسح من المكالمة لك الحق في ذلك شكرا جزيلا لمشاركتك معنا أستاذ وعراب يعني صحيح أن المعارضة منقسمة في موقفها من إجراءات الرئيس وبياناته إلا أن حركة مجتمع السلم حقيقة وهي أكبر الحركات في الداخل أو إحدى أكبر الحركات المعارضة في الداخل تبدو إلى حد ما يعني غير تصادمية مع السلطة في هذه المرحلة على الأقل من أين أتت بهذا الموقف الذي قد يصفه بعض المتابعين بالمتوازن وقد يصفه مراقبون آخرون بأنه يعني يميل إلى الصلح أكثر منه إلى المواجهة والله نحن حسمنا أمرنا لدخل الحركة حقيقة أنه حكاية موضوع الصلح أو غير وهذا هذه مواضيع يعني صحيح نقدرها نحن على مستوى القيادة ولكن من المستحيل بما كان أن نأتي بأي خطوة يعني عكس ما هو موجود الآن في الشارع مستحيل هذا لا يعني أن الشارع هو الذي يحدد خط الحركة وعملها وكذا ليس بهذا الشكل ولكن الآن نحن وصلنا إلى مرحل نحن طول حياتنا طول حياتنا ندعو هذا الشارع للحراك ندعو هذا الشارع للمشاركة في العملية السياسية ندعو هذا الشارع أن تكون له موقف أن تكون له كلمة صحيح كنا متخوفين سابقا من إمكانية تلعب بأي حراك في الشارع ولكن الآن أثبت الشعب الجزائري أنه أرقى وأكبر وأوعى من أنه يستوعب من أي فاصيل إن كان أو يحرك يعني 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 ينحرف أي شخص كان أو أي كين كان بحركه السلمي بعد ثلاث جمعات يعني ما سالتش فيها ولا قطر الدم ولله الحمد والمنا العائلات كانت بأولادها وأبنائها ونساءها وتتحرك عادي في الطرقات إذا فموقفنا سوف يكون منسجما وبإذن الله أزوجل هو دائما كذلك ولكن سوف يكون منسجما بشكل واضح نحن لسنا أعداء للسلطة تماما لسنا أعداء ولكن في نفس الوقت نحن لا نقبل بأي الحال من الأحوال الآن أن يتم التجاوز على مطالب الشعب الآن مطالب الشعب واضحة وجلية ما هي مطالب الشعب؟ هي رحيل هذا النظام نحن لا نطالب بإسقاط النظام لا نحن نطالب ببناء نظام جزائري جديد يعني ما الفر بين رحيل النظام وإسقاط النظام هنا؟ شوف النظام الجزائري إذا تكرمنا النظام في الجزائر بشكل عام وشكل واضح وشكل دقيق يجب أن نضعه فوق الطاولة ونشرحه النظام في عمقه هو يمتد إلى أكثر من 60 سنة من غير المعقول من غير المعقول الحديث الآن كل واحد يشتغل في الدولة هذه منذ 1962 مكانوا بره مستحيل موضوع هذا ولكن هناك مجموعة اختطفت قرار الرئيس اختطفت حتى الرئيس هذا نحن نتكرم عن الرئيس جاء للجزائر بالزغريد جاء الجزائر والأحضان الشعب مفتوح عليه يعني جاء الجزائر ومكلش واحد يتكلم معه أنا سألتك ما الفرق بين إسقاط النظام ورحيل النظام جايك نعم ولكن خلال مرضه الأخير تقريبا في العشر سنوات الأخيرة من حكمه صار يتكلم باسمه وطفأ إلى السطح وصار في أماكن صناعة القرار شخصيات فاسدة شخصيات لديها من ملفات بجهر النهارا وشخصيات معروفة عنها الموضوع هذا ليس قضية أن يتكلم على أسرار أو أن يعطي أسرار الدولة لا تماما أبدا شخص مثل علي حداد رجل الأعمال في الجزائر هذا علي حدد رئيس الأفسي أو هي منظمة الرجال الأعمال الأولى في البلاد هذا شخص هذا يعني من لا شيء صار يستقبل الوزراء صار يستقبل الصفراء صار يعين حتى صار لم يكون إشكال فيه وفي الرئيس حكمه صار أقوى من رئيس الحكومة نحن نتكلم على مجموعة الآن السيطرة على قرارك للجزائر نريد من هذه المجموعة هذه أن ترحل يعني أليت الرحول برأيك أليت الرحيل كيف ستكون؟ بسيطة وواضحة جدا تعلن حالة شغل رئاسة الجمهورية أو يستكمل رئيسة الجمهورية موضوعه إلى غاية 28 مارس الأبريل القادم ثم بعد تكون حكومة تصريف أعمال تكنقراط حكمة توفقية من الذي يعينها؟ نعم من الذي يعين هذه الحكومة؟ الآن يعينها الرئيس نريد أن تستوي الأمور لا تقوليش دين بدوي ورنطان العمام راهدوا توافقيين من يين توافق هذا؟ لا تقوليش أنت أن الأخذر الإبراهيمي توافقي من يين جاء توافق هذا؟ يعني لا نحن نتكلم على أشخاص آخرين تماما الساحة السياسية في الجزائر حتى من دخل السلطة مملوئة مملوئة بالأشخاص الذين ممكن من خلال تعيينهم أنه يهدئ الشارع وتعط علىه فرصة لهذا العمل الآن السلطة قامت بإذكاء الشارع بشكل أكبر ثم ندوت اليوم ندوت اليوم يعني أكدت بما لا يدع مجال الشك أكدت بما لا أنه حتى الشخصين هذوم وغيرهم سقوطهم سوف يكون قريب ممكن بعد يومين ثلاثة فقط ألتمس منك العذر الآن دعني أرحب بي الأستاذ إدريس ربوح الكاتب والمحلل السياسي انضم إلينا من الجزائر عبر الهاتف مرحبا بكم أستاذ إدريس يعني كما تلاحظ أن الجزائريين في الشارع لم يقبلوا بهذه القرارات بشكل كامل ما زالت الاحتجاجات مستمرة لماذا رفض الجزائريون في الشارع هذه القرارات وما جوهر مطلب المتظاهرين بالله الرحمن الرحيم تحييرك ومجميع الضيوط أهلا وسهلا أنا أعتقد أن الشعب الجزائري ما زال في الشوارع لأنها لم تنب المطائف لأن الرسالة لم تصل أو وصلت والسلطة مصر رفعية لأن السلطة لا تريد أن تتجيب لمطاب الشعب الجزائري لأن هذا الشعب الجزائري الشعب الجزائري يريد أن يحقق جميع مطالبه في كذلك دورة القانون والدورة البقراطية وتريد أن يكون جمعة غدا إن شاء الله هي جمعة الحسن وجمعة الاستقالة دعوة الاستقالة الرئيس وذهاب المضموع أبقى الشعب الجزائري يجب أن ترحلوا جميعا وليس هناك أي خيار من هي المجموعة في نظر المتظاهرين أستاذ ريش؟ من هي المجموعة في نظر المتظاهرين الذين يطالبون بهذه المطالب؟ أنت قلت أن الشعب يطالب باستقالة الرئيس ورحيل المجموعة معه هل لدى هؤلاء المتظاهرين تصور واضح ومحدد معين عن هذه المجموعة التي يجب أن ترافق الرئيس في الرحيل؟ هي المجموعة واضحة لأن الشعب يعرفون المجموعة المحيطة الرئيس وهي المجموعة التي استولت على مؤسسة الدولة وعلى رئيسة الجمهورية بطريقة مغير قادمة يوائل دستورية وهي معروفة سواء من رئيسة الجمهورية أو الأقومة الآن نحن تستقل خار رئيسة الدستورية وبالتالي نابد أن تذهب ونابد أن تستهل للجزائريين محمد بن ذقان ذقانة السلطة بوفقى أحكام الدستور هذا هو المطلوب إنه لا مطلوب أن يكون لها مخرج مشرف من هذه الأجوة طيب الفريق أول أحمد قايد صالح يعني رئيس أركان الجيش الجزائري أعطى تصريحا مهما وذا دلالة عندما قال إن لدى قيادة الجيش والشعب الجزائري رؤية موحدة حيال المستقبل حيال مستقبل الجزائر كيف استقبل المتظاهرون هذا التصريح وعلى أي وجه فسروه؟ إذا فأنت سؤال شيء دعني أعيد السؤال عليك مرة أخرى وأنا أعرف أن هناك مشاكل فنية في الاتصال مع الجزائر ربما بسبب الاوضاع احتقان الأوضاع الآن ربما طبعا أعيد السؤال عليك وأرجو أن تسمعني بشكل واضح الفريق أول أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري صرح بكلام مهم وذي دلالة عندما قال إن قيادة الجيش الجزائري والشعب الجزائري يمتلكان رؤية موحدة حيال أو إزاء مستقبل الجزائر كيف فسر المتظاهرون هذا التصريح وعلى أي وجه وعلى أي محمل أخذوه حيال أو إزاء موحدة جيدة وبالتالي يمكن أن تكون تارس مضامن للإدخال الأساسي الدلقائية إذن هذا هو المطلوب من قيادة الجيش أن تواصل على الحفاظ على أمن البلاد وعلى أمن هذه المضاعات وهذا من ما يقصد ومتقية أكثر مع الشعب الجزائري الذي يريد أن تكون مؤسسة عسكرية المؤسسة قوية مؤسسة جمهورية وليس مؤسسة إلى هذه الصرف السياسية المعادلة طيب عندما يرفع المتظاهرون أستاذ إدريس عندما يرفع المتظاهرون سقف المطالب من المطالبة بانسحاب الرئيس أو رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بلتفليقة في بداية الحراك ثم بعد ذلك إلى المطالبة برحيل النظام يعني كيف تستقبل السلطات وكيف تتعامل السلطات سواء ميدانيا أو حتى من خلال إجراءات التعامل الإعلامي التواصل الإعلامي البيانات إلى آخره مع هذه المطالب يبدو لي لتضخيق العقول لكن ما زال الشعب الجزائري ما زال الشعب الجزائري يطالب برحيل بلتفليقة وشعاره وهو رحيل المجموعة الحاكمة الشعب الجزائري المستوعد يوضع السمدي مستوعد يتعامل مقابل المسبوع به مستوعد لإمكانية التي يمكن تدعب لكن إذا تمارس المجموعة المطالبة الحاكمة المجموعة هل يقوم بالسريح بإثار على التدعب بالأمور بالأمور نحو نحو التعص الأكثر لأن أقراء هنا الدعم الخارجي وقياد المؤسسة العسكري في هذه المحلة أعتقد 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 أن خيار وعيد هو أن ينهي الشعب الجزائري خيار أكبر ويطالب بتغيير عن نخيل النظام الجزائري أفراد المجموعة الأخرى فتوضح بطريقة ومجموعة الأكتما عندما تبق لأنه لا يمكن حياته إلى مدى نهاية طيب سأعودي إليك أستاذ إدريس وأعداد للساهدة المشاهدين عن عدم وضوح الصوق بما يكفي بسبب المشاكل الفنية ربما من المصدر أتحول إلى الأستاذ يحيى بوزيدي عبر الهاتف المدينة السقارية التركية المحلل السياسي مرحبا بك أستاذ يحيى هل يمكن الحديث الآن بعد استمساك أو تمسك الشارع الجزائري المتظاهرين بمطالبهم أو رفع سقف هذه المطالب والمطالبة برحيل النظام بأسره بعد أن كان الطلبهم منحصرا في عدم ترشح الرئيس عبدالعزيز بولتفليقة هل دخلت النخبة الحاكمة في الجزائر في مرحلة حرجة لا تستطيع الفكاكة منها أو الخروج منها أم أن لديها رؤية لإدارة الأزمة في المرحلة المقبلة وما هي هذه الرؤية إن كانت موجودة أهلا وسهلا البداية والمطالب التي رفعت الأول برفض العهد الخامسة لم يكن المقصود لها العهد الخامسة فقط وإنما كانت تعذر عن استياء شعبي من كل هذه السنوات خاصة سنوات الأخيرة العهد الأخيرة وما يلاثقها من جدل حول تسيير دولة الجزائرية بالتالي كان الموقف من منظومة الحكم بشكل نعام وأكيد يعني هذا الرسالة وأيضا التلك السلطة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين وغيرها تجعلهم يرفعون سقط مطالبهم أكثر وهذا أكيد سيربك السلطة وستجد نفسها في موقف صعب جدا خاصة وأن يأتي كل هذا كما أصرنا في لقاء سادقة في ظرف انتخابات رئاسية وبالتالي الحلول من النح القانونية تجد الكثير من الإشكالات لذلك هنا أبسط الأمثلة موقع في لقاء المؤتمر الصحفي لوزير الأول الجديد وكيف استبك كثيرا في الإجابة عن أسئلة الصحفيين قريبا هذا الوضع يجعل السلطة أكثر ارتباكا وحلولها أكثر تعقيدا خاصة وأن ما يطبه الشارع سقفه عالي جدا وهي في النهاية كل ما تستطيعه الاستجابة إلى بعضها لكن أستاذ يحيى أنت تقول أن سقف المطالب في الشارع الجزائري عالي ومرتفع جدا هل هذا السقف واقعي قابل للتحقيق في هذه المرحلة حتى نكون موضوعيين هو ليس بهذه السهولة وصعب جدا وفي النهاية يجب أن تبقى بعض أجزاء في التعبير من النظام ومؤسسات وغيرة لكن ربما يمكن من خلال المظاهرات المستمرة يمكن أن تتنازل السلطة بشكل أكبر وتحقق على الأقل مطالب مثل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وأيضا لجنة مستقلة تنظيم الانتخابات والتعجيل بوقتها ممكن تحقيق مطالب مثل هذا القبيل طيب أعود إليك في الستوديو أستاذ محمد في ظل هذا الوضع المتأزم يبدو أن الجزائر حاليا على المرحلة الأقل المقبلة تتجه نحو الانسداد السياسي فيما يبدو الشعب متمسك بقراره برحيل النظام فيما يبدو والسلطة لا تبدي أي إنصاط لهذا الرأي قدمت ما لديها في ظل هذه الثنائية إلى أين يسير الأحداث في الجزائر إلى أين مرشح أن تتجه في المرحلة المقبلة والله هو حاجز الخوف الذي كان يراهن عليه أحمد ويحيا أحمد ويحيا في الثامنة عشر من جونفي الماضي يعني كان في ندوة صحفية فقال قال لك الشارع هذا الشعب لا يفكر فيه أصلا يعني والشارع يبقى أنه الشعب موش بأدب في مصطلح في معنى الحديث ومش قادر نظم نفسه وكذا فما في الشارع الآن الحمد لله الشعب أجاب على أويحيا بشكل واضح وجلي على أنه أرقى وأرفع من أنه وممكن يتكلم عنه شخص مثل هذا الآن مع كسر حاجز الخوف الآن لا تصور أنه الشارع سوف يتراجع خطوة واحدة على الأقل لو أن السلطة استمعت لمطلب واحد أو مطلبين الذين رفع سابقا يعني قضية مثلا الحكومة التوافقية الحقيقية واللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات يعني على الأقل لو أن حققت المطلبين هذوما لكان ممكن نحديث على قضية تراجع أو قضية حوار أو غيره ولكن الآن السلطة تراوغ وهذا ديداً السلطة منذ القديم السلطة في 2011 بعد بداية ربيع العربي بعدما حجت بعد الأحداث ذات مطالب اجتماعية في الجزائر قدمت حزمة من الإصلاحات حزمة في ظاهرها رائع جداً نحن كحركة استبشرنا بها وحتى أننا شاركنا في الحوار ولكن مع الوقت فرغت من محتواه وميعت إلى أدرى الدرجة وصلت يعني لم تلمس حتى حواف السلطة بسبب عدم وجود الضغط لكن الآن حضر الضغط الآن بما أنه ضغط موجود طيب إذا ما حضر الضغط الآن لماذا لا تقدم المعارضة مقاربة معتدلة متوازنة فيها نوع من حسن الظن بالسلطة مستندة هذه المعارضة إلى الشارع القوي الذي يمسك بزمام الأمور حتى الآن وبالتالي الوصول إلى منطقة وسط مع هذا النظام حتى تقدم المعارضة على مغامرة بين قوسين أن الشارع الآن سقفه لا يرحم أي محاولة من أي كان أنه يدعي الوساطة أو يدعي أنه قادر أنه يمثل الحركة وغيره يعني هو يلقى مش معارضة وإنما حالة تشويد وتشويه حتى تقدم المعارضة على هذه الخطوة الجريئة أو المغامرة يجب على الأقل على السلطة أن تقدم تقدم يعني تقدم دليل حسنية تدمع ربو الحسنية الآن السلطة حتى رصها كما أقول حتى رصها في التراب وماشية يعني قال لك مش عاوزين العهدى خامسة يلا خليكم مع الرئيس هذا إلى أن يأخذ الله أمانته قال لك أنتم عاوزين تغيير حكومي نحي ويحيي وحق في مكانه بدوي في تغيير يعني مستفز للسلطة اليوم الأداء المردين بدوي مع رمضان العمامرة أداء مخجل لدبلوماسية الجزائرية أداء مخجل لمن يمثل الحكومة الجزائرية هو أداء يعني يعطي إشارة حقيقية على أنه من يدير الحراك ومن يدير السلطة خلف الخلف السطار يعني هو في ورطة حقيقية ولا يعلم ما يريد الآن الشارع لن يتراجع بالعكس الآن في دعوة أنه يوم الغاد تكون هناك جمعة للحسم يعني إذا جمعة الماضية يخرجوا فيه 15 مليون إنسان على مستوى الجزائر تصوري أنه حتفوث 20 مليون بقوا هذا كلام مهم وإرقام وتوقعات تعبر عن تفاؤل المعارضة لكن السؤال الذي أريد أن أطرحه على يحيى بوزيدي معي في أسطنبول طيب الشارع متمسك برأيه ورؤوس كبيرة في المعارضة ربما على رأسها علي بن فليس رئيس الوزراء الوزراء الأسبق رفض كل ما يجري واعتبر أنه مناورة من السلطة أو عملية إدارة الأزمة من قبل السلطة التي تريد أن تغير وفق معطياتها ومقاساتها وليس وفق ما يريده الشعب هل تتجه الآن المعادلة أو الصراع إن صح التعبير أو المواجهة بين السلطة وبين الشارع إلى الحل الصفري إما نحن وإما أنتم تقريبا المعادلة مع الشارع الصفري إلى حد ما لكن واقعيا يمكن في النهاية هذه المظاهرات وغيرها تتراجع خاصة إذا ما أقدمت السلطة على تنازلات أكبر أكيد هذه الخطاب المعارضة في قدر كبير من المبالغة وهو يحاول أن ينسجم مع الخطاب المتدول في الشارع باعتبار أن القبول بما تطرحه السلطة في هذه المرحلة فيجعلها مع السلطة في سلة واحدة والآن هي لحظة عاطفية وعاطفة الشارعية التي تقود هذا العمل السياسي سواء للسلطة أو المعارضة المعادلة صحيح إلى الآن هي سفرية لكن على المدى المتوسط لن تبقى كذلك لابد أن تحصل فيه سواء ملل أو خاصة إذا انزلقت المظاهرات نحو العنف سواء بفعل بفعل السلطة أو المتظاهرين أو شيء من هذا القبيل فهذه الحالة لربما ستتراجع تتراجع لحدة المظاهرات ونترقب يعني فيه المؤشرات البعض يتوقع أن تكون مظاهرات أكبر لكن البعض الآخر يرى أن ما أقدمت رسالة الرئيس لربما تجعل الكثيرين يتراجعون عن التظاهر لذلك غدا يعتبر المؤشر أي الكراءات كانت هي الأصل طيب كلام مهم أشرت إليه حتى لا تنزلق المتظاهرين ينزلقون إلى استعمال العنف نقطة مهمة أريد أن أبني عليها الآن ليس هناك فرصة ذهبية أمام المعارضة مثل ما هو يحصل اليوم ما الذي يحول دون اجتماع المعارضة على قيادة الشارع عبر الاتفاق على مرشح واحد على شخصية واحدة موحدة تقود هذا الحراك حتى لا ينزلق الشارع إلى العنف لأنه حصل هذا في مناطق أخرى مثل سوريا مثلا لم تكن للمعارضة أي رأس أي جهة منظمة فانزلقوا إلى العنف وهذا ما أراده النظام ثم حصل ما حصل أين العقدة في المعارضة لماذا لا تتفق؟ الآن الحديث ليس حديث عن انتخابات أو عن مرشح حقيقة قبل واحدة قيادة الشارع لا الشارع يرفض الشارع يرفض حتى ناطقين باسمه منه هو شخصيا يعني حتى الموجودين الآن ومن البداية في الشارع الشارع يرفض الموضوع هذا الآن الحديث على قضية الحسم في تسمية أو تزكية اسم أو اثنين أو مجموعة وأمر سابق لأوله بشكل كبير جدا أكيد هي مثل هذا الحراك عدم وجود رأس في البداية هو عامل مساعد لإطلاقه ونجاحه وكان هذا وللها الحمد ولكن مع الوقت تصبح عدم وجود قيادة نقطة ضحف بل نقطة قاتلة مثل ما حدث في كثير من المناطق فممكن في أي حد من اللحظات أنه يخترق أو تكون هناك بعض الأسمات فتأخذ الحرك في اتجاه آخر بدأت لأ بعض المحاولات الآن اليوم الأخضر الإبراهيمي يقول لك أنا سوف أقوم بندوة غدا شوف غدا ندوة شبابية في أحد فنادق الجزائر في دعوات الآن وحالة غضب كبير بل هناك تهديد لكل من يشارك يعني الموضوع الآن قضية أي شخص أو أي طرف أي إن كان أنه يبدأ يحاول السلطة الآن من دون أي ما تبدأ السلطة أي تنازل صعب جدا وقاتل هذه الحدية أستاذ محمد هذه الحدية في النهاية أمر خطير على حتى المتظاهرين وعلى مستقبل الجزائر صحيح دهني أنقل هذا الموضوع إلى الأستاذ إدريس ربوح في الجزائر ثم أعود إليك أستاذ إدريس عدم وجود رأس لهؤلاء المتظاهرين وعدم وجود جهة منظمة يمكن أن تسيطر على هذا الاندفاع الشبابي الكبير في الشارع هل هو في صالح الثوار أو المتظاهرين أو المنتفضين أو المحتجين أي يكن سمهم ما شئت هل هو في مستقبل الجزائر الحراكة الشابي استطاع أن يهرك الأمور بشكل لا يتجاوز للأطر التقريدية سواء كانت أحزاب أو جمعيات أو منظمات أو حتى الأطر السلطة التقريدية بمعنى الحراكة الشعبة استطاع أن يتفوق على الجميع وأن يكون حراكا منظما على المستوى الأفقي بشكل جيد وبالتالي يحرك ويخرج جماهير يوميا ثم تكون التتويج كل جمعة وبالتالي الحراك منظم وهو واعي بشكل كافي هذه من ناحية من ناحية الثانية جربت الجزائر وجربت قوة كثيرة ومنظمة في الفترات السابقة عندما يكون الحراك تقوده مجموعة معينة فهو سهل الاختراق وبالتالي الجميع يفضل هذا الأسلوب حتى تحقيق المطال ما دم هذا التنظيم الأفقي يحقق أغراضه وبالتالي لا داعي لأي تنظيم عمودي معين أو إظهار قيادات معينة تقود الحراك لأنه الأولا واحد يملك الشرعية لتمثيل الملايين من شعب الجزائر وبالتالي عندما يتم تحقيق المطالب بعد ذلك يمكن أن تتنظم الأمور بشكل آخر العمر الآخر السلمية الاتفاق على السلمية والمحافظة على السلمية والاستفادة من التجارب السابقة لانتفاق اكتوبر 88 ثم حدث 1991 ثم بعد ذلك ما حدث في الدول العربية استفاد منه جزائيون كثيرا وبالتالي ينظمون أنفسهم ويدفعون باتجاه تحقيق الأهداف والاجتماع الهدف وهي القائدة في الموضوع طيب أختم معك أستاذ محمد هل يمكن للمعارضة كفرصة أخيرة أن تقدم مقاربة تقنع الشارع وتقنع السلطة وتنجي البلد مما من أي مستقبل مجهول ينتظره أم أن القيادة الآن صارت للشارع الذي لا يمتلك قيادة ووضع المعارضة وراء ظهره أخلي أتكلم عن حركتي بشكل خاص نحن بالتأكيد لدينا مقاربة في الموضوع ولكن لا نستطيع تقديمها الآن خصوصا أن السلطة يعني أعطت الشعب بظهرها كما نقول نحن بالجزائر يعني أعطت الشعب ظهرها وهي ماضية في مشروعها أو فيما تعتقده أنه الأنجح والأصوب لها فمن المستحيل تقريبا أن تقدم أي حز أو فصيل أو جماعة أو أي هيئة على تتقديم تنازلات أو على حتى محاولة محاورة السلطة وفي نفس الوقت السلطة هذه لا تعتبر من الشارع الشارع يرفع شعارات واضحة فإما السلطة هذه لا تسمع أو أن سمعها فيه غبش أو أنها لا تريد أن تسمع أصلا فالمشكل ليس في المعارضة المشكل ليس في الشعب المشكل في هذه السلطة المشكل في هذه الجماعة التي اختطفت الرئيس قولا واحدا تتكلم باسمه وتعلن القرارات باسمه وترسل الرسائل باسمه وتريد أن تؤدي بالبلاد إلى التهلكة إذا أردنا وأردنا للجزائر حقيقة من مخرج يجب على هذه السلطة أن تخشى الله في هذه البلاد وأن تخاف ربي في هذه البلاد وأن تتخذ قرارا جريء ويسدي وليسرقتوا بصحتكم اللي اديتوا بصحتكم اللي كليتوا بصحتكم أخذتم مستقبلنا أخذتم ماضينا أخذتم مقدراتنا أخذتم حياتنا بصحتكم ولكن أوقفوا هذا النزيف وخلونا فرصا لمستقبل أشكرك شكرا جزيلا ونحن نرجو الخير كل الخير للجزائر الدولة والشعب أعزاء المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد وعراب عضو أمانة العلاقات الخارجية في حركة مجتمع السلم الجزائرية وكما أشكر الأستاذ إدريس ربوح كان معي عبر الهاتف من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي وكذلك من إسطنبول عبر الهاتف الأستاذ يحيى بوزيري المحلل السياسي كل الشكر لكم إلى لقاء مقبل بحول الله تعالى اشتركوا في القناة